في الملف اليمني الآن وفي شق السياسي منه أوضح عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض إلى جنيف أوضح أن المشاورات ستكون غير مباشرة إلا إذا حصل تقدم ما وسريع فعندها ستتحول المفاوضات إلى مباشرة كما أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليمني أن المشاورات لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوض الأممي بتنقله بين الطرفين وتوقع اليمني إحراز تقدم في ملف الأسرة والمعتقلين مضحا أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرة والطرف الآخر عند استعداد ذلك الطرف وإلى جانب موضوع الأسرة أوضح اليمني أن وضع ميناء الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث كما ذكر مسؤولون حكوميون أن المبعوث الأممي مارتين جريفت سيعمد خلال إدارته للمشاورات على نقل الأراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليس الشفاهية